بدأت عمليات إزالة الأسلاك الشائكة العسكرية عند مصب نهر الهان والتي كانت قد أنشأتها حكومة كوريا الجنوبية على محيط وشواطئ النهر في حقبة السبعينيات من القرن الماضي من أجل منع تسرب عناصر مسلحة كوريا شمالية ويقول المواطنون أن الطريق الصغير المستقيم بجانب طريق السيارات الذي تم إنشاؤه من أجل المشي أو ركوب الدراجات بجوار نهر الهان سيمكن من خلاله رؤية النهر أخيراً بعد أن ظلت تلك الأسلاك الشائكة المزدوجة تحجب الرؤية طوال الخمسين عاماً الماضية ومن المتوقع أن تتم إزالة الأسلاك بطولة 6.6 كم من جسر تشوجي إلى خزان جزيرة أنام وبطول 7.10 كم من جسر إيلسان إلى ميناء جوليولي أما الأسلاك الشائكة المتبقية على ضفاف النهر فسوف تتم إزالتها بعد اكتمال الإجراءات القانونية ذات الصلة ومن المتوقع أن يتم بناء طريق خاص للدراجات والمشي في المكان الذي كانت تحتله تلك الأسلاك كما سيتم تحويل الأسلاك المزالة إلى أعمال فنية تعبر عن السلام في شبه الجزيرة الكورية وصرح جونغ هايونغ رئيس مدينة كيمبو بأنه سيتم وضع خطة دقيقة لتحويل محيط النهر إلى مساحة خاصة من أجل راحة المواطنين